وحول رؤية تطوير شرق بور سعيد أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه لم يتم البدء في تنفيذ هذه الرؤية إلا خلال السنوات السبع الماضية بإرادة سياسية قوية ومتابعة يومية من قبل رئيس السيسي وأكد رئيس الوزراء أن الأعمال التي قام بتنفيذها رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالمنطقة تعد من المعجزات الهندسية حيث تم إقامة العديد من المباني والمصانع والموانئ والأرصفة بالكيلومترات لم ينفذ هذه الرؤية على أرض الواقع إلا في خلال السبع سنوات الماضية بإرادة سياسية قوية جدا من فخامة الرئيس ومتابعة شبه يومية وتنفيذ على أرض الواقع لأعمال بتعتبر من أعمال المعجزات الهندسية من قبل رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ده هو الحقيقة اللي حصلت عشان نقدر نبقى واقفين النهاردة على هذه الأرض لأن هذه الأرض اللي يعرفها كويس جدا كان مجرد أنك تمشي عليها بتلاقي نفسك بتغرز وبتنزل كشخص مش بتكلم على معدة فكون النهاردة أن احنا نبقى قاعدين في مبنى بهذا الشكل بنتكلم على حجم مصانع وعلى مواني وعلى أرصفة بالكيلومترات بتتنفذ يعني أنا كرجل مهندس بقول هو إعجاز هندسي بكل المقاييس ومرة أخرى بوجه الشكر لرجال الهيئة الهندسية لقوات المسلحة وكل القائمين على هذا المشروع من الشركات المقاولات المصرية اللي حققوا فعلا هذا الحلم ترجمة نانسي قنقر